الناس بيتكلموا على الدور المصري دور المصري لسه مش بالقوة لسه الماضيع من أمتع المواسم في الدور المصري هو هذا الموسم فارقه مع الجونة النهاردة للتحاد مع المقولين وزاد أفسيه مع سموحة الجونة عمل مباراة رائعة على فارقه واستحق الفوز بجدارة النهاردة الحقيقة علاء عبد العالي عمل مباراة كبيرة جدا من أول ثانية هو صاحب الاستحواذ صاحب التهديف صاحب كل حاجة علاء عبد العالي مع الجونة بيقدم كورة حلوة جدا 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 طارق العاشر النهاردة عامل مراثم طويل هو وشاوي غريب شاوي غريب حتى الآن عنده نقطتين في الدور الممتاز ولكن بيقدم كورة كويسة بمجموعة من الشباب مجموعة من الوجوه الجديدة ما عملش صفقات كبيرة ولكن كل ما تشاطه اتنين اتنين تلاتة اتنين بيهدف بيلعب كورة هجومية ولكن النهاردة للتحاد السكندري استحق الفوز كمان زاد افسي النهاردة كان بيلعب سموحة مدية 13 سموحة بيلعب بعشر لعبين بعشر لعبين زاد افسي لم يستغل الزيادة العددية تقدم في الشوت التاني بهدف لنجم الفريق زيكو ولكن رجع تاني سموحة من ضرب الجزاء وسموحة النهاردة قدر يعمل الحياة مباراة كبيرة لعب مدية 13 كابتن احمد سامي بعشر لعيبة ولكن قدر ان هو ينتزع نقطة من مجدي عبد العاطي يعني اعتقد ان هي مباريات كبيرة النهاردة واعتقد ان اهداف كتيرة مفيش انا مش شايف ولا ماتش حتى الان بيخلص صفر صفر بيرامز والمصري خمس تجوال امبي والزمالك تلت تجوال فاركو جونا جون خمس تجوان الاتحاد والمقولين جونين زاد افسي وسموحة فاهداف الحقيقة رائعة جدا 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 جدا